استقبل سمو ولي العهد حفظه الله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المشرف العام على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنس الصالح ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة والسادة أعضاء مجلس إدارة حيث قدموا لسموه حفظه الله شرحا وافيا عن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات والذي يتضمن وضع الكويت على خارطة العالم في مجال التكنولوجيا ونقل المعلومات والبيانات تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزا ماليا اقتصاديا وفقا لتطلعات الخطة الموية 2035